اعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان القائمة النهائية لأسماء المكرمين في الحفلة الثاني والثلاثين لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الاهلية الذي يقام تحت رعاية السامية لعاهل البلاد المفدة وتنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الخميس القادم بمركز عيسى الثقافي وبهذه المناسبة هن أحمدان جميع العاملين والمنشآت والشركات في مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية الذين تم اختيارهم للتكريم في هذا الحفل مؤكدا أن الاهتمام الكبير الذي يليه عاهل البلاد المفدة لأبنائه العمال يشكل حافزا لهم لمضاعفة الجهود نحو تعزيز روح الإخلاص والعطاء والتميز كما أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى ما تلقاه الأيد العاملة البحرينية من اهتمام متزايد في برامج عمل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ودعم ومؤذرة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقدم سعادة الوزير شكره لأعضاء لجنة تكريم العمال المجدين والمتميزين في القطاع الخاص على الجهود التي بذلوها طوال العام الجاري بدءا من عملية اختيار الأفراد والشركة المستحقة للتكريم وفق الشروط والمعايير المحددة وانتهاءا بالإعداد والتجهيز الجيدين لضمان نجاح الحفل وتحقيق غاياته في تقدير قيمة العمل والعطاء والإنتاجية والتميز اشتركوا في القناة